عصر هيمنة الغواصات الأمريكية انتهى والتنين الصيني يطل برأسه من أعالي البحار تقرير مدعم بمعلومات استخباراتية وصور أقمار صناعية نشرت صحيفة وولستريت جورنال الأمريكية يؤكد تحقيق الصين نجاحات هائلة في مجال بناء الغواصات الحربية صور أقمار صناعية حديثة التقطت خلال السنة الماضية أظهرت قاعدة تصنيع للغواصات النووية في مدينة هولوداو شمال شرق الصين الاختراق الصيني الجديد هو إطلاق بيكين لغواصة هجومية تعمل بالطاقة النووية مزودة بنظام دفع النفاذ بدلاً من المروحة ما يقلل الضوضاء وبالتالي صعوبة رصدها على الرادارات الأمريكية الجيش الصيني نجح أيضاً في بناء شبكات استشعار تحت الماء أطلق عليها اسم الصور العظيم تحت الماء وذلك في بحر الصين الجنوبي ومناطق أخرى حول الساحل الصيني القوات البحرية الصينية أصبحت أيضاً تستعين بأجهيزة تنصت تسمى السماعة المائية لديها القدرة على تتبع السفن والغواصات وإرسال بيانات عن حمولة السفن ومكان توقفها في ميزان الحرب بالغواصات النووية يملك الجيش الأمريكي غواصة يو اس اس أوهايو ويعمل حالياً على بناء غواصة كولومبيا التي ستدخل الخدمة بحلول الفين واربعين الجيش الصيني بالمقابل يملك غواصة جيال ثلاثة القادرة على الوصول إلى السواحل الأمريكية من جهة البحر الهدي صحيفة وولستريت جورنال لفتت إلى أن الصين أجرت في أغسطس الماضي مناورة صيد دامت أربعين ساعة تستهدف افتراضياً الغواصات الأمريكية في بحر الصين الجنوبي كما أجرت القوات البحرية الصينية والروسية مناورة مشتركة ضد الغواصات الحربية في بحر بيرينغ قبال تسواحل ألاسكا الأمريكية ترجمة نانسي قنقر